بيظهر جيل بقى المضحكين المضحكون الجدد اللي سموهم المضحكون الجدد لهم ما تلعوا مع هيني دي كلمة المضحكون نفسها التعبير المصطلح كان استخدمه الأستاذ محمود السعداني في سلسلة مقالات حوالها فيما بعد إلى كتاب وكان بيكلم فيه على المضحكين وقتها نجوم الكوميديا فلما ظهر مجموعة جديدة مرة واحدة كده هم مش جداد بس أصدق برزوا في لحظات متتالية كده مع بعض فسموهم المضحكون الجدد على اعتبار إيماء إلى المضحكين القدامة والمجموعة دي هي اللي أغرت مثلا الأستاذ عصام إمام إنه هو يخش مجال إنتاج المسرح فشوفنا بقى شوفنا مسرحيات اللي هي فيها إبهار بصري واستعان بيها بمخرج مسرحي أصلا قدم القطاع العام اللي هو سبيل العصفوري إنه يعمل فرجة البصرية العظيمة دي واستعان بمكس بقى فتتشوف حتى إنتاجيا بلو أنا عندي صلاح السعداني وعندي أشوف عبدالباي وعندي إسعاد يونس وحسين الإمام وحسن الأصمر ومحمود الجندي كل هؤلاء مصرح مدية نصر مصرح ضخم فدي شيئة لتاني حتى المصرحات دي كانت مش كلها بتنتقل إسكندرية لأن مصرحات إسكندرية اللي هي فيها الفرس والفودفيلات خفيفة اللطيفة دي ما كانتش تتحمل طبعا عايز دي كور أقل وعايز فيها حضور لفرقة سيرك كاملة يعني كان مستعين بشور روسي يعني يسموها الشور روسي وفرقة السيرك كاملة أنا شفتها في الكواليس ثلاث مرات وشفتها في الجمهور ثلاث مرات يعني مثلا لأنه كان معظم الجيل كله كان هناك يعني كان في المسرف وكان مصرحات الجندي كان معاهم في المصرحية دي بعد كده لما نشوف ألباندا وحضرت خدقات كتيرة طبعا يعني أو منقول مصرحات ألباندا فهي بما ثابت يعني طبعا بس التأثير أقل بس يشبه مدرسة المشاهدين في تجمعها لنجوم العصر من إن بقى فيه هينيدي وعلاق ولي الدين وشريف مونير وأحمد السقا وهاني رمزي كل هؤلاء يلتقون معها ونجوم بتحب مصر فهو دول اللي كانوا بيصنفوا نقديا بالموارد بالمضحكون الجدد يعني ودول اللي بالتالي أنتجوا أو أفرازوا معاهم طبعا شكل إنتاجي مغاير للإنتاج التسعينات اللي إحنا كنا نعرفه لو كان بيصرف ببزخ في حالة محمد صبحي وعاد الإمان ولكنه بيجي عند المسرحيات مثلا التانية مثلا ممكن محمد النجم تلاقي إنتاج بسيط جدا ديكور مرسوم كده حسب قوة النجم وسعر تسكرته ومين اللي رايح له بتصرف على المسرحية وفي ممثل ما يهتمش محمد النجم كان بلطف شديد جدا مرة يعني بيتاري على سيد زيان بزاري يعني بيقول له سيد زيان إيه يعني يحب يعملي هليكوبتر على المسرح يعني مش عارف يجيب حمار لو تفتكر مسرحية العسكري الأخضر كانت المجلات وقتها بتقول أجر الحمار اللي يستخدم مسرحية العسكري الأخضر كل يوم بياخد علف مش عارف إيه وإيه كان الجرائد والمجلات الفديمة كان في السباق حواليين برضو مين اللي يعمل على المسر حاجات غير مقلوب موتوسيكل يخش على المسر مرة عربية تخشها يعني مسرحية ده كان بالعربية مسرحية البراشوت كان سيد زيان بيرتدي قبع بتطلع دخان سامير غانم طبعا بيرتدي الصدر الضخم بتقوله بينفجر في مسرحية أخوها سوانا لايس فيعلي كان فيه كوميديا الاكسسوارات دي وكوميديا الخرابة ودي كلها يعني كلها فعلا فيها تبارية فكان محمد نجم بيقولك يعني يا سيد زيان ما انت ما بتشربش إزازة الميريندا تلاقي البرتقان بينفجر منها ممكن الصورة ورغ خلاص وكان فيه مسرحية اسمها الترباس يقولك لأول مرة هليكوبتر على المصرح مش عارف عملوها ازاي بس يقوم مجسب للكوبتر فيعني كان فيه يعني النوع ده من الكوميديا كان فيه فكرة المنافسة كمان وان انا ممكن ارد على واحد بمصرحية في نفس السنة او او اعمل حاجة عشان تجذب الناس او اجيب ممثل من تقول كتر شهرة المصرحات اجيب ممثل يطلع من المصرحية روح مسرحية يعني وحيات السيف كان بيعمل دبابير بيظهر في الفصل الأخير وبيعمل عرض تاني فعلا انا بشوف مصرحات الدبابير قال له انت اتأخرت قال له اصلا كنت ممثل مع سعيد في المصرح اللي جابك فكان حتى دي فيها يعني ايه من كتر ما الموضوع عشق في بعضه كده ايو كان الناس يطلع من ممكن تلاقي ممثلين انا بصرفهم بانه هم يعني ايه التوابل اللي هم مصرح والنجا وحيات السيف فلو ممكن يبقى فيه بطل للمصرحية بس معاه البطل التاني السنيد القوي اللي معاه بيكون غالبا المرحوم وحيد السيف او مرحوم مظهر ابو النجا او النمط ده او الكاركتر ده فكان دول ممكن تلاقيه في المصرحيتين في نفس الوقت يعني وبدأنا بقى مرحلة هنيدي على ولي الدين اشرف عبد الباقي واحمد السق عمل برضو واحمد ادم اللي هو ابن المصرح ده وطلع منه بقوة يعني بس في كمان سق يعني خلينا نقول مثلا وقارننا بين